من ضمن المسلسلات هيبقى مسلسل حق عرب لأحمد العوضي في رمضان عشرين أربعة وعشرين تنشود على ما يبدو دي سنة أحمد العوضي ما شاء الله يعني ما بين فيلم الإسكندراني لمسلسل حق عرب السؤال بقى إيه الجديد في حق عرب معانا على تليفون أستاذ محمود حمدان مؤلف المسلسل أهلا بيك أهلا وسهلا بزاكة أستاذ يوسف الزكا أستاذ محمود عمل إيه؟ الحمد لله كله زي الكل إيه بقى قصة وإنت طيب ورمضان كريم إيه قصة حق عرب عرب عايز مننا إيه؟ عرب داخل رمضان إن شاء الله هعمل شغل جامد قوي مش أهو عدى للسؤال المشاهدين وأهو عدى حضرتك إن شاء الله يعني نتفرج على مسلسل من المسلسلات اللي إحنا مفتقدينها من زمان اللي هي مسلسل برامي 30 حلقة محبوكين بحبكة محترمة بسكل محترم إن شاء الله يا رب اجتهدنا كلنا كل دا جمال أقصال أحمد العوض يعامل مجهود جبار ويشتغل على مسلسل بقالب جدا عشان يطلع أقصى وأقوى ما عنده المخرج إسمال فاروق كل الناس الحقيقة المسلسل دا إخراج إسماعيل؟ إسماعيل آه يا راجل آه 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 دا إسماعيل دا عشرة العمر إنت مش متصور جميل آه جميل جميل دلوقتي ستة ستة وعشرين سنة صداقة يا إسماعيل يخرب عقلك يا إسماعيل آه آه طب دا شيء رائع جدا طب حلو قل لي بقى آه مين في المسلسل معاكم؟ آه معانا آه الأستاذي الكبير آه أستاذ رياض الخولي الله آه آه هنتفاجئ عامل شخصية طبعا يعني إن شاء الله هو هو نفس الأستاذ رياض مبسوط جدا آه معانا آه أستاذة وفاء عامر عاملة شخصية بردوغ و ثقيلة جدا وطحفة و آه معانا وليد سواز آه معانا آه آه كل الناس عامل كاركترات مختلفة عشان ما عودش أقوله على كل واحد بس إن شاء الله كل واحد هنشوف الأستاذ الداهب عامل حاجة مختلفة تماما آه معانا دينا فؤاد معانا كتولين عزمي بني المصري محمد أحمد ماهر أحمد عبدالله محمود إبراهيم السنمان نازل مجموعة ديرة جدا 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 طب ده شيء جميل جدا مين الشرير متاع المسلسل؟ آه هو يتال مين الأشرار؟ ثم كلهم أشرار يبقى الطيب الوحيد أحمد العوضي ولا ايه؟ آه zaten يعني أنا دا الله هيبقى في حاجة مختلفة فالمسلسل يعني أنا وعود الجمهور بها آه أنا الاستمت على بإذن الله بإذن الله خلال تلاتين حلقة مافيش حلقة يعني إن شاء الله مافيش حلقة معمولة من عجل يلا نعمل حلقة كده عشان مينم لطايمد مثلا ثلاغ خالص يعني إحنا ضد بذلك تماماً أنتو عاملين الحلقة كم دقيقة تقريباً؟ الحلقة ضد ساعة بإذن الله من غير التفرق طبعاً وليد فواز على حسب المشاهد اللي بتتعرض قدامي يعني طبعاً شرير آه آه وليد شرير بس من حتى يعني بشكل مختلف بإذن الله لا وليد بالنسبة لي ممثل فز جداً جداً فز يعني حتى الشرير اللي بيقدمه وليد فواز بيقدمه دايماً بزوايا مختلفة وبأداء مختلف جداً وليد وكمان بيكتهد في الشخصية جداً جداً وإن شاء الله يعني يبقى السردي ظاهر مختلف ويتقدم بشكل حلو بإذن الله يا رب لأنه وليد جامد يحمل حقيقة جداً 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 أنا بحبه قوي طيب وعوضي غالباً بما أنه هو طالع باسم عرب والمسلسل اسمه حق عرب يبقى عوضي مظلوم في المسلسل ده آه الله أعلم بقى هو مظلوم والله ظالم إلا هيحصل سحرق ولكن هو عكس توقعات ناس كتير سناس كتير بتتوقع عصد هو هيطلع بقى إنه هيبقى عوضي أكشن بيضرب المسلسل كل فالمرة دي لأ يعني مش هقدر أقول لأ هو طبعاً لا دي في أكشن لأن لا المسلسل أكشن مقدر سأقول ما فيش أكشن في أكشن ولكن الرحلة الدرامية اللي بياخدها شخصية عرب أو اللي بياخدها شخصية عرب فيه حاجات كتير جداً مختلفة فيه أبا نداون هيحصل مش طول الوقت هتبقى نفسي كلا شيهات اللي احنا متعودين عليها أو بنسمع لا يعني إن شاء الله يبقى فيه حاجة مختلفة طيب الحوار هيبقى مكتوب إزاي يعني أنا لاحظت إنه مسلسلات الأكشن خلال الفترة اللي فاتت كانت بتعتمد على طريقة كده في الحوار ما بين الأبطال في بعض الأحوال شبحانة يعني اللي هو إيه أنا ضد الطريقة دي أنا ضد الطريقة دي أنا يعني بتحسسني بملل شديد وما ببقاش مبسوط لأنه يعني أشباح المناطق ما بيتكلموش كده بجد مش قاعدين 24 ساعة يقوله ولما هتقتل الفاس هتيجي في الراس يا رجل يا قلقاس يعني مش كده ولي جمن كمان طب يعني أنت خليك شخصية واحدة مسلا تقول كده هل كل الشخصية مسلا تقول كده مش معقول يعني شباك عشان هنروح هناك تعالى مش معقول حاجة غريبة جدا آآ آآ يعني حاجة مش منطقية ومش وقعية وما بيحولش في الحقيقة يعني الحمد لله دا ما بيتقالش عندنا في المستوصل حتى جملة واحدة ما بيتقالش الله ينور عليك لأن دا ما بقاش نوع يعني هو مش موجود في الواقع أصلا وإحنا بدأنا نصدره في الدراما علشان قال يعني دا سبحانا وقال يعني دا الشارع الشعبي لا لا ما بيحفظ ما إحنا بننزل وبنقض مع أهلينا في الحواري وفي المناطق البسيطة بالضبط يا الناس بتقول أحنا كلام ما إحناش أفندية يعني للدرجات دي فمش عارفين إيه اللي موجود في الشارع يعني بالضبط فإحنا وإدننا واخد على الكلام اللي بيقوله الشارع الكلام الشارع بالعكس كلام مهذب جدا وبتلاقي في وسط كلام الناس البسيطة حكم بتتقال بشكلة غير مباشرة ولاد البلد جدعان صح يعني ولاد البلد بجد الناس الحلوة زي ما بيتقال جدعان حلوين فعلا يعني مش ماشي قاعد عمال بيشبه 24 ساعة يعني بالضبط والدي ما إحنا كنا أشباح في شبابنا ما كناش بنعمل كده لي أيوة اللي يعني لأ وحتى لو كإخناقة هو بتلاقي ابن البلد هو داخل على فكرة هو بيشوف الخير فيه ومين اللي معه الحق وبيقف ينصره صح صح أنتوا لسه بتصوروا ولا خلصتوا إحنا لسه بنصور ويعني غالبا هندخل رمضان كمان هيبقى عندنا كم يوم في رمضان بإذن الله أنت كده أنقذت إسماعيل فاروق لأن إسماعيل عزمني عزمني أنا وواحد صاحبنا حسن أبو الفتوح مدير التصوير الشهير بقاله مثلا بتعتلت تشهر فكل شوية يلا بينا إسماعيل بصوا السبت الجاي بعدين السبت يجي أصلا عندي تصوير طبعا سامح صيام زميل عايز الآن تقعد عمال وقع روحه متضحك لأنه برضو زميل بقى ومعايا جوه الستوديو فعارف إسماعيل برضو إسماعيل كان ليه يعني بيننا وما بينه أخوة وزمالة طويلة في الفضائية المصرية فعش كده تقيني بكلم بمنتهى الأريحية يعني لا إحنا على الهوى بقى بندبس إسماعيل عفي عزومة وأنا كمان هاحضر العزومة يلا بينا إسماعيل هيشيل كتير قوي لا بص إسماعيل يعني شقاوت شقباب شبرة فإسماعيل جدع وراجل وكريم طبعا وبنقول كريم دي وبنأكد عليها علشان إسماعيل يبقى إيه فارد صفرة كبيرة لأ وعايز أقولك بقى على مفاجأة إسماعيل الحقيقة والله في المسلسل ده مركز ترتيز غير عادي وأنا بقولك هيبقى مفاجأة جد جد إسماعيل فاروق كمخرج مفاجأة سنة أهو إسماعيل بقى بص أصل إسماعيل نموذج مذهل أنت عارف طبعا إسماعيل شبه الملك فاروق أيها في نفس الوقت هو ابن بلد فأنت تلاقي المتنقدات كلها قدامك فيخضك طول الوقت ويفاجئك فأنا متوقع مفاجئات منكم بإذن الله في المسلسل إن شاء الله ربنا يوفقك وربنا بإذن الله يجعلكم دائما نجحين متقلقين ونلحق نقفش إسماعيل قبل رمضان عشان ما يتحجيكش يعني إن شاء الله تحياتي لك جدا يا محمود ربنا يوفقك ألف ألف شكر كل الشكر لأستاذ محمود حمدان مؤلف مسلسل عرب ترجمة نانسي قنقر جدا